وفي ملف آخر أعلن عضو اللجنة المالية النيابية عضو منظمة بدر معين الكاظمي إن تعديل قانون الموازنة للعام الحالي سيصل إلى مجلس النواب في شباط المقبل وستتم المصادقة عليها اعتبر توطين رواتب موظفي ومتقاعدي إقليم كردستان لدى وزارة المالية الاتحادية هو الحل المناسب أسوة ببقية المحافظات حيث يكون تبويلها مركزيا من وزارة المالية كل شهر وتنتهي هذه المشكلة التي أثرت على حياة الناس ولفت إلى أن مخصصات رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم يجب أن تكون منفصل عن موازنة كردستان الاستثمارية والتشغيلية التي يحتاجها الإقليم وبذلك يتسلم الموظفون حقوقهم بشكل منتظم